بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامج في بيتنا مدرسة على قناة مصر للتعليم الفني حلقة اليوم مخصصة لطلاب الصف الثالث سواء بالنظام العادي او نظام القديم وكمان منظومة الجدرات خلي بالكم معنا برضو عشان هتستفيدوا اكتر النهاردة الحلقة مخصصة لطلاب الصف الثالث حلقة اليوم فيها كم من المعلومات ولازم تخلي بالك منه في مجموعة من الابواب احنا كلنا عارفين الابواب اللي متركبة عندنا في شققنا او في بيوتنا معروف ان الباب العادي باب الحشو اللي متركب بمفصلة عادية والحاجات اللي هي باب الاوضة باب الحمام كل الحاجات دي جميلة تفتح وتقفل وكلون وكلام من طيب احتاج الامر ان هو يعمل حتة كده الريسبشن كان زمان بيعملوله صالون باب كامل اوضة كاملة كده جوه الصالة في حتة متسرة كده جوه الصالة يوم عامل لها ايه باب لوحدها فعمل حاجة اسمها باب الصالون وعملوا بفارغ زجاج وعملوا بالزجاج العسلي او الزجاج اللي هو عايزه عشان برضو ايه يوفر نسبة من الكهرباء لو النور برا شغال في الصالة هينور عندي دايما اي حاجة فارغ زجاج بتوصل النور من هنا لهن او لو حتى الحتة اللي انت عملت فيها الباب دي وحجبت الجزء ده عن الصالة فبالتالي في شباك مثلا فتح على شارع لو هو مفتوح هيعد النور من هتخلى للازاز وينور لك برضو في الصالة يبقى وفر عصفرين بحجر يعني طيب فقال عمل باب الصالون انا بحكي لك القصة عشان تبقى عارف انت وصلت لايه وهمتكلم على الباب المنطبق هنوصل الباب المنطبق من باب الصالون ده فعامل باب الصالون في مسافة واسعة عرض مثلا تلاتة متر عرض تلاتة متر الوقت عادوا بعملوا اطوع خشبي ايوى عادوا بعملوا اطوع خشبي وعملوا فيه باب وعايزين يعملوا شباك ماشي بس اهم حاجة ان الباب ده falt مش هعز لده عملها حجرة مستقلة للمذاكرة ولا مكتب للمحامة ولا لا دا هعمل صالون الاستقبال للناس فكانوا بعملوا الاول قديما يعني مش قديما اول اذا من مرحلة مثلا عشرين تلاتين اربعين سنة فعملوا حاجة اسمها باب الصالون باب الصالون دا عبارة عن كم ضلفة عملوه اربع ضلف ضلفتين سابتين وضلفتين بفتحوا وقفلوا ضلفتين سابتين في الحل والضلفتين السابتين دول معمول فيهم مفصلة دكر من هنا تتعلق على المفصلة اللي هتفتح وتقفل من هنا والمفصلة السابتة اللي على الشمال معمول فيها مفصلة دكر برضو مفصلات دكر يتعلق فيها المفصلات اللي هتفتح وتقفل للضلفة التانية ضلفة شمال وضلفة يمن ابا ما بقى اجي المسافة دي كلها الحتة اللي هي الضلفة السابتة والضلفة السابتة مع المسافة دي ممكن احط جنبك انا بقى اعمل حاجة ايه برضو ايه هستفيد بالمساحة شوية لكن فتحت ايوه فتحة الباب ده على اليمين وفتحة الباب ده على الشمال خصوصا لو فيه ايه عدد مسلا او حد هيجي او هيدخل ويطلع في نفس الوقت فتحة دي وفتحة دي فتحة الضلفة نفسها اللي هي مش هتقل عن تمانين او خمسة وتمانين او تسعين سمتي صافي الضلفة هو يفتح وقفل هيشغل حيز من افراق هياخد اكنه برجل كده بيلفه هو يعمل لك دايرة الدايرة دي مش عايز فيها لطربيزة ولا عايز فيها كنبة ولا عايز فيها كرسي ولا عايز فيها اي حاجة طب اصبح الحل ان انا عايز حاجة تعوضني عن المتسع ده كل فكان فيه حلين فيه حلين الحل الاول ان انا اطبق الضلص حل الاول ان انا ايه اطبق الضلف قال امها على بعضها في جامل تبجت الفكرة منين قال لي انا شفت فرقة الموسيقى العربية ايوا اللي كانت بتيجي زمان في برامج زعو التلفزيون وكنت بتابعها فكانت بيجيبوا فرقة الموسيقى العربية معاهم الادوات الموسيقية العربية فمن ضمن الادوات فيه حاجة طلعوا ارجي ولا حاجة غربي ولا اقماليش دعا بالكلام دلوقتي او عملوه شارق وسياكوه ولا اقماليش دعا برضه اه ان كنت فنان قديم يعني فعشان كده بقول سياكوه الحاجات اللي هي المعلومات دي طب تعالي بقى هتلاقي كان الموسيقى الهاني شنودة كان معاه الاف ايده بيقعد يتنيها وفردها كده يتنيها وفردها كده طبعه على بعض الاماة وفرائر الارجي بالزبط ويعمل عليها ثم تعمل ايه طلع الموسيقى اللي هو عايزه الالة الموسيقية دي اسمها ايه اوكورديون اوكورديون خدوا فكرة الباب المنطبق من فكرة التطبيقه واللم تطبيقه واللم هيطبق يبقى صغير ها ها يعني هو بي يفرد تكبر ها يعني بيطبقه على بعضه يلم يفرد يزين فهموا عاملين نفس الباب عشان يعملوه ايه منطبق ما تفتح كده الضلف دي هتروح ناحية الحيطة من هنا والضلف دي هتروح من ناحية الحيطة من هنا على اعتبار ان الورقة ده هيت هي الضلفة الورقة دي هي الضلفة بس الورقة هتبقى كده خلي بالك الورقة هي بس هي هتبقى الضلفة طيب خليني معاك الضلفة لما حركها كده محركها اهو هي هي بتبقى كده بتبقى متعلقة من هنا ومتعلقة من النص من سنتر بالزبط من نص من هنا ومن نص من هنا اه من نصين بالزبط سنتر بالزبط لو خلفت ما دي بش هتتحرك في يوم يعمل ايه يوم يحرك كده ويحرك كده حرك كده ويحرك كده يفتح لما يلم كده جنب الحيطة يفتح يما يجيب كده يقفل يقفل الجزء ده ضلفة تانية نفس الحكاية يفتح ويقفل فقال بس المسافة عريضة واسعة اوه طب عشان اعملها قال استنى بقى انا هعمل الباب ده ست دولاف ست دولاف طب ليه عم ما عملتوش اربعة زباب والصالون لا لو عملتو زباب والصالون يبقى انا ما اخدتش اه ما عملتش حاجة لاني هعمل الضلفة عريضة وهتاخد هتشغل حيز برضو لو هي تسعين خلت خمسة واربعين وخمسة واربعين من بره ومن جوه يبقى برضو عالتلاطة يعني هي قربت المسافة وسعت شوية صغيرين وبسعت تلاطة طب انت عايز ايه قالت ما اقولك يعني لو دي تسعين ايه مسلا لو هي دي تسعين ودي تسعين يبقى مية وتمانين مية وتمانين هعمل نص نص التسعين كام خمسة واربعين ونص التسعين كام خمسة واربعين يبقى تلاتة في تسعة ميتين وسبعين صمت غير الحل وكده هتلاقيك دخلت في ايه في تلاتة طيب اعمل ايه بقى قلي اعمل ضالفة ونص هنا وضالفة ونص هنا يعني بدل انت عايز تقلل في عدد الضولاف هتعمل اربع ضولاف اعمل الاربع ضولاف بس ضالفة هنقول على ضالفة الكبيرة ضالفة ونقول على الضالفة الصغيرة نص ضالفة وصلت تمام يبقى عملنا ضالفة ونص يعني انت عايز تبين لنظرية الاكورديون ان هو عشان يلم على بعضه ويكون في محور ثابت ومزبوط ان هو لازم يرتكز على ضالفة ونص الاول نص ضالفة الاول بعد كده تعمل ضالفة اتنين تلاتة انت حر بس يكون الضولاف كلها مقاس واحد والسنتر المركز اللي انت مسك منه الضالفة من هنا سواء انت عامل نظام كويلة او مصمار او عامل جهاز انزلاق وهنتكلم في الحاجات ديت يبقى لازم يكون في محور ثابت يعني لو تنيت الورقة دهية دلوقتي وخدت النقطة دهية وبرضو خدت النقطة دهية النقطتين اللي تكسروا معايا ده هم يبقى المصمار او الجهاز الانزلاق او الكويلة اللي انا احطها هنا تكون في نفس النقطة دي بالزاوية بقى والعلامات اعمل هنا بشانور وسبت ومن تحت برضو عشان الدليل اعمل حاجة تشيل ودليل ما يطلعش الضالفة ايه اللي برضو ممكن الدالفة تبقى متعلقة زي ما انت كده ايه وده غلط ايه وعت تتعلق على عرضة المرمى اللي عندك في الملعب في الفناء في الحوش وتقعد تتحرك كده وكده انا شفت كان يوسف ابني ربنا يدلوا الصحة هو في قولة سنة والوقتي فكان وهو في قولة ابتدائي طفل في ساتة ابتدائي طبعا ما عارفش مين اللي شاله حد شاله واما علقه على العرض جارس الفوسحة ضرب وعايز يتعلق زي العيال فقال انا مم حد شاله مش اللي يشيله بقى ينزله لا ساب فالناس كلها طلعت بقى جرت ومش عارف ايه ومحدش خد باله من يوسف ان هو متعلق على العرضة يوم يوسف يقعد عيط وقوم نازل لوحده من الارتفاع بتاع العرضة حاجة ما تقلش عن مترين وعشرين او مترين وتلاتين او مترين واربعين سنتي او مترين ونص كماه يوم ينزل من الارتفاع ده وهو اصلا طفل صغير يوم ينزل من الارتفاع ده على دراعه دراعه يقوم ايه يتكسر فانت عشان كده احنا يمنح ميتك ويمنح صحتك فانت خلي بالك من الحاجات دي دي حاجات سلوكيات غلط السلوك الغلط بيقزك انت خلي بالك ما بيقزناش احنا بيقزك انت كطالة وبيقز عيلتك في المصرفات الحاجة غالية فخلي بالك تعالى بقى احنا بنعلق بقى الباب عشان يشيل حمله في الجهاز وعملينه جهاز انزلاق يشتغل عشان يسهل الحركة الجاري بالنسبة ايه الجاري الجاري الجرار الباب لهو الجرار هنعمل باب الجرار بس هناخد جهاز بس نتكلم الوقت عن المنطبق عايزين الباب المنطبق عشان ينطبق حلو وبقى وكورديون صح ينطبق بجهاز انطبال اللي هو انزلاق ينطبق بجهاز انزلاق او لو انت مش عايز تعمل جهاز انزلاق ماشي معاك اعمل كويلة او مصمار حاجة كده نعمة بحيس ان هي تجري فوق وتجري تحت بس هيحوش منك برضه فالجهاز الانزلاق احسن تعالى بقى فقال لي لازم يشترط او يشترط ان انت تعمل ضلفتين يمين وضلفتين شمال بس الضلفة اللي جنب الحيط او جنب الحلق من ناحية دي لازم تبقى نص الضلفة اللي جنبها طب افرض يا ميستر انا هعمل الباب كله تلات ضلف هتعمل ضلفة واحدة اللي هي جنب الحلق ضلفة واحدة جنب الحلق بايه نص ضلفة نص مقاس نص مقاس الضلفتين التانية يعني دي لو الضلفة دي خمسة واربعين والضلفة اللي جنبها خمسة تسعين ودي تسعين يبقى الضلفة اللي هي السبتة او اللي جنبها مش سبتة الضلفة اللي جنب الحل تبقى كام خمسة واربعين لازم يكون النص بالزبط عملت دي متر يبقى دي كان نص متر بالزبط عملت دي تمانين بقى اربعية بالزبط عملت دي اتنين وتمانين بقى دي واحد واربعية اقسم العرض بالزبط يقسمه على اتنين لان لو انت ما قستش صح اللي انطباك مش هيبقى صح هيخلف معاك طب تبص بقى تلاقي ميجي يطبق الباب في جنب يدي لك باب متسع خالص اكله ما بتعملش في باب اصل طلع وخرج ونزل زي ما انت عايز طلع ودخل من 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 اي الضيوف زي ما لو فيه مسلا الحفلة ولو فيه فرح ولا حاجة ماشي الباب في جنب اهو عايز اقفل بقى خلاص خلصت اقوم شادد وقوم قافل ولو كل حاجة دي هو عمليات صناعية مخصصة هنبقى نقول لكم عليها بقى دي فكرة باب ايه اللي بتعتمد على ايه على ضلفة ونص ضلفتين ونص ها هتعمل في في الاتجاهين يفتحوا اقفلوا في الاتجاهين يبقى هنا نص ضلفة وهنا نص ضلفة وبعد كده الضلفة دي او الضلفة دي له يركبوا فيهم او ضلفتين من ان شاء الله تعملوا ستة دولار تامن دولار مش هقولك لأ بس كل ضلفة من التانين لازم يكونوا متساويين انما اللي جنب الحلق من هنا والليassed جنب الحلق من هنا لازم يكون نص عرض الضالفة بالزبط. بنفس الطول بنفس كل حاجة بنفس المواصفات بنفس الشكل عملته حشو عمل حشو تجليد كل حاجة نفس التصميم. بس دي هتبقى ضالفة صغيرة ودي ضالفة دي. ليه بقاها? المجال ام هاشبكس الضلف مع بعضها بمفصلات هعلقهم مع بعض الضالفة الصغيرة هترتبط بالضالفة الكبيرة بمفصل. الضالفة الكبيرة هتبقى بارز منها دي مقفولة معا مع الحيطة. النص ضالفة هي ركنة على الحيطة. والضالفة الكبيرة تقوم جاية عليها. واخدها المسافة دي كلها. يبقى خدت من المحور في السنتر بتاع الحالق والمجرى هنا السنتر. خدت طيارات من هنا خمسة واربعين طيارات من هنا خمسة واربعين. ولكن هي تسعية. تمام? الضالفة اللي جنب الحال كلها مدارية في الضالفة دي. مش بارزة هنا خالص. جميل? تمام. تيجي الضالفة اللي بعدها تتركب بمفصلات عكسي. يعني انت انا شبكت الضالفتين مع بعض من هنا من ناحية دي. تيجي بقى في النحية التانية ما تيجي تركب آآ ضالفة تانية تشبكها بقى من هنا. فصلاتها تبقى من ناحية دي. تفتح وتقفل فين? من ناحية. يبقى دي مع دي من هنا. يبقى دي النص الضالفة هو. يفتحه وقفله مع بعض اهو. تفتح مع بعضها هي. هعمل لكم النموذج ده ان شاء الله واجبه لكم برضو عرضوا عليكم. التاني بقى يقوم قافل كده. عكسي. يعني ده اهو. ده لو بفتح اهو. ده لو بقفل كده وبفتح كده. التانية هتقفل كده وتفتح كده. عكسها بالزبط. ليه? متعلقة بمفصلات هنا. وخلي بالكم من اتجاه الافريز. خلي بالكم من اتجاه الافريز. هنا. الضالفة الاخيرة اللي احنا دايما بنقول بانه يعمل في باب الشقة كلون. اللي هو دي اللي اصطام اهي او الاي بقوله على الاصطام. طيب. بنعمل فيها كلون. او هنقفلها بزي الشباك اه بسبلونة اه 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 افرانجي. ماشي. مشكلة. بس لها حل. لها حل. لها حل ايه? يا ما تبقى حنك الديب. حنك الديب. او تبقى بنظام الافريز برضو ان هي تفتح وتقفل وتركب لها كلون. كل الحاجات دي ات متاحة. يوم ان انت تكون فيهم تلفك. تعال بقى بص معي على اعمال نجارة العمارة. خصوصا الباب المنطبق او الابواب المنطبقة اللي بنسميها او كورديون. موسيقى او كورديون. بتنساش الاسم ده خالص. اسمها الابواب المنطبقة. اه الابواب المنطبقة دايما بتيجي في اعمال الامتحانات بالنسبة للنظام مع قبلة اه الجدارات. فخلي بالك من المعلومات اللي هتتقال معي. ده هو باب منطبق اهو مفتوح فيه هنا الضلف مفتوحة ومقفولة. المهم ان هو بيعتمد في الاول على نص درجة. نص نص ضلفة. وبعد كده بيعمل الضلف بالآآ عريضة. هنا هو بص معي كده على الرسمة ده ايه بالذات. تلاقي هنا الخطين ده همت اللي انا ماشي بينهم ده اهو. دي نص ضلفة. بس ده معمول آآ تجليد قبل كاشو. اولين كان معمول حشو. ها. هنا بقى تلاقي نهوت الضلفة اللي بعدها. بالزبط لو قس المسافة من الخط ده للخط ده هتلاقي ضعف المسافة من الخط ده للخط ده. تمام? نفس الحكاية الضلفة دي ده هي التالتة ده ايه? قد الضلفة دي. ودي برضو ضعف الضلفة ايه الاولانية. تعال من ناحية التانية هتلاقي ده هي نص ضلفة. نفس التصميم ونفس العملات الصناعية ونفس كل حاجة تعمل تفصيل وتصفية واوايم وروسه. ولو هتعمل افريز عشان الابلكاش او هتعمل مفحار عشان الحشابات. كل التصميمات اللي انت عايز. المهم عندي خالص ان دي دايما الضالفة اللي جنب ده اسمه الحل وده اسمه الحل ضالفة اللي جنب الحل ده نص عرض دي ضالفة اللي جنب الحل امنه نص عرض دي نص عرض دي او نص عرض دي برضو دي نص عرض دي او نص عرض دي تفقنا يا شباب شوف بقى نظام المقبض بتاعنا بحيس ان انا اقدر اشد اقدر اشد ازوق كده ناحية يمين او ناحية الشمال. بحيس ان انا افتح. وقفل. طب تعال ابص بقى Interesting. ما ��iat في الرسمة التانية ده. اللي على الشمال الشاشة بيقول ان ابص كده بقى نظام القفل والفتح اهو. ده قيم الضالفة. وده قيم الضالفة التانية. ده قيم الضالفة الاولانية. اهو اهو. ده قيم الضالفة وده ايم الضالفة. وبينهم ايه? سقاسات بقى وقبلكشو وكلام من يده. وده ضالفة نفس الضالف. اشوف تلاقي ده وخط واحد. وتلاقي ده ما تخطوا. هقفلينها في محور ثابت. المحور اللي احنا ايه? حطينا في الجهاز او حطينا في الكويلة. اللي لو انت هتعمل نموذج بس انا مقال لحاجة وتبينه الكويلة ان هي تبات هنا وفوق وتحت. ده ايه يعني. تعال ابقى بص للضالفة اللي ايه? الصغيرة ده ايه? اشوف الخط ده اهو. ده اهو. من هنا كده? هتلاقي من هنا لهنا نص عرض الضالفة دي. الضالفة ده ايه? نص عرض الضالفة دي بالزبط. ايه متعلقة فين؟ المفصلة في الحلقة. الحلقة متفرز. يبقى الضالفة دي مربوطة بالمفصلة من هنا? شوف بقى الضالفة تانى تطربط فين? هنا. عكس هوا. دي المفصلة دي عكس المفصلة دي. بالتعاكس او بالتبادل. اه ايه هنا يبقى المفصلة هيبقى فيه هنا مفصلة? لا اوعى. هنا المفصلة التاني عشان كده اعملك افريز نوت عشان التلاقي. عشان الحتة ده ايه? اطبات هنا. وهنا برضو نفس الحكاية. وعمل لك هنا المفصلة وعمل افرز هنا عشان التلاق يبقى دهية الجزء البارس دهو لما يجي يفرد الضالفة كده هيقوم عامل ايه هتقوم عاملة تقوم جاي مع الافرز لما يجي يشد دي هتتحرك معايا وده هتتحرك تقابلها يوم اللي اتنين يقعوا مع بعض في محور اللي هو الافق ده دي مش هتروح هنا ده دي منجرد ما انا هشد هتقوم دي منجرد الشد اه كده هتقوم دي هتجاه كده عشان توصل هنا هنا كده ودي هتشد معايا برا ما انا شدتها اصلا من هنا تقوم دي ما اتحرك كده من هنا كده تقوم تحرك على كده تروح النحياد ودي وانا بشد تقوم دي جاي كده تقوم تحركها من هنا التلاتة يقوموا قابلين ايه بعض في محور سادط يقفلوا في محور سادط مع بعض ها وصلت الفكرة تعال افص هنا كده اهو قادل ضالفة نص هاي بص هنا على 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 التفصيلة الجميلة ديت هي بص دي نص ضالفة مربوطة مفصلات هنا في الحل وهنا بالعكس دي الضالفة التانية اللي هي ده هي او اللي هي ده هي ماشي دي الضالفة التالتة اللي هي ده هي مربوطة بالتعاكس عاملين شكل حرف ايه ان دلوقتي كل ما هشد كل ما الان ده هتوسع معايا لغاية ما تبقى خاط زي ده بالزبط توصل للضالفة الفين لغاية هنا تلت ضالف يوصلوني في القافل لغاية هنا شوف اني فتحت مسافة دي ايه بقى لما تكون دي تخانتها خمسة سنت ودي تخانتها خمسة سنت ودي تخانتها خمسة سنت يبقى مجموعهم كام خمسطاشر سنت لو انا هاعمل في الناحية التانية برضو خمسطاشر سنتي خمسة وخمسة وخمسة خمسطاشر سنتي يتلموا جنب الحطة خمسطاشر سنتي وخمسطاشر سنت من التلاتة متر لا سيب الحلق كمان اهوت والحلق كمان قول هيتبقى لي كام هيتبقى لي 270 سنط فراغ فراغ كبير 270 سنط ده يدخلوا ايه يدخلوا ايه يدخلوا امم تمام فعشان كده قالك احب ان انا استمتع بالمساحة اللي عندي واحب ان انا اتميز عن غيري في عمل باب اوكرديون او الباب المنطبق عشان يقدر اتحكم في الدخول وفي الخروج اعرف اقفل على حاجتي وعيش في امان واستقرار كل الحاجات دي موجودة في ابواب نجارة الامارة ومنها الباب المنطبق بس اهم حاجة في التفاصيل وطريقة الفتح والغلق وطريقة عمل الافريز ده هي بالذات الافريز بالتعاكس فعشان كده لازم تكون مركز شوية عشان وانت بتعمل الافريز احنا قلنا الخشب تاخد منه ما تدلوش تاخد منه ما تدلوش شو بقى انت لو عملت الافريز هنا لو اخطاط في الافريز شو بقى انت بوصل الاصطامة او بوصل اي لو شوف هنا التلت والتلتين هنا هنا التلتين افريز والتلت ايه سنة ما تفرزتش هنا بقى تلاقي التلت افريز والتلتين ايه ما تفرزوش ليه؟ عشان تلاقوا الضلف الدكر المفصلة دكر بتتركب على الافريز المفصلة النتاية بتتركب على الاافريز مفصلة دكر تركب على الافريز المفصلة النتاية اللي هي بتشيل يعني الضلف المفصلة الذكر اللي بتشيل الضلفة بتركب على أفريز تسبت على الأفريز والمفصلة النتاية بتتركب على لا أفريز حتة اللي ما تفرزتش خلاص؟ وهكس على أساس أنت إيه؟ تلاقي التقابل بتاعك طب هنا ليه ما أعملش أفريز ها؟ مين اللي هيقول الشاطر اللي هيقول؟ ها؟ طالب عليك ممكن يرد؟ آه أيوان برافو عليك قال لي عشان هنا هيبقى هنا نقطة التقابل أو نقطة الغلق هنا ممكن أركب فيها كلون فهسيبها على زي ما هي عدلة فممكن أنقر لها هنا للكلون وأقدر أقفل واتحكم في الأمان والاستقرار بالنسبة للكلون في الحال تمام؟ أو حتى لو عايز أقفل الضلفتين مع بعض برضو بأعمل هنا الكلون وبأعمل هنا مجرى دخول الكلون برضو هنا وأقدر أقفل وافتح وحقق الأمان والاستقرار تعال بقى شوف يا سيد الأبواب المنطبقة اللي احنا سمناها إيه؟ أبواب الأوكرديون اللي هي الألة الموسيقية جميلة خلاص طب خليك معايا تعالى شوف بقى تسمى أيضا بالأوكرديون نظرا لإمكانية غلقها وتطبيقها على بعضها البعض زي حركة ألة الأوكرديون بالضبط ويمكنك استخدامها في بعض الأماكن التي تطل الله على مناظر طبيعية ومساحات خضراء حيث أنها تتيح لك مجال واسع من الرؤية مش عنا قلنا هتديك متسع يدخل أمم يدخل ناس كتير برضو هتديك متسع في النظر أن أنت لو عملتها على الطراص برا الخارجي للفيلا بتاعتك أو المكان بتاعك لو أنت عملت الباب المنطبق ده وحبيت تقعد في مكان داخلي وتبص بقى على الخضرة والشجر والزرع والجنين اللي أنت عملها ربنا أوسع على الجميع زرع شجرتين لموند شجرتين برتقان شجرة جوافة أي حاجة عايزة تبص على المنظر شوية نجيلة شوية زرع شوية ورد كل الحاجات دي مناظر جميل حابب أنت مثلا بتطل على ترعى كبيرة في بلدكو نظيفة والناس ما بترمش فهز بالا ولا حقن ولا أي حاجة من المخلفات الزراع المواشي ولا الناس عندنا جمال خالص يعني عندنا الناس صراحة جمال خالص بيعاملوا مية النيل اللي احنا بندفع عنه عشان سد النهضة واما أحمد اللي عايزة تبني سد هناك أيوة اما أحمد اللي عايزة تبني سد هناك وإحنا عملين نحارب في الحكومة ونحارب في ربنا ونرمز باله أنا بكلم واحد بقول له أستاذنا الفاضل بعد إذنك المتسع أو المكان اللي من أول بلدنا لآخر بلدنا أهو أنا قاعد في قريتنا من أول بلدنا لآخر بلدنا ما بلاش يتبطن أنت هتبطن ترعى أصاد المساحات الزراعية الخضراء والفددين عشان تحافظ لهم على كل نقطة مية طيب وبعدك برضو أرد الزراعية عايزين نحافظ عليها جميل قلتونه طبعا أنا شفت على الطريق الفلاني مواسير وشفتها وقفت فيها ومشيت فيها بارتفاع أكتر من مترين وجميلة خالص نحن ممكن نجيب مصورة أو مصورتين جنب بعض أو مصورة واحدة مترين وهتنفذ للمية ريئة نظيفة أو يقوم يرد عليه ويقول إيه وأنا أرمي الزبالة فين يعني إيه ترمي الزبالة فين المجال المائية نعمة من عند ربنا المية اللي جاية من المطر وإيجت في نهر النيل في المصابات بتاعتها وجات لحد عندنا نعمة ربانية نحافظ عليها إحنا بنعكر الصف وليه إحنا بنسبب فساد في الأرض ليه ما تحافظ أنا بتكلمش علي أنا أو على بلد أنا أنا بتكلم مثال على كل البلاد أنت بترمي الزبالة بتاعت حضرتك في الترعة ليه بتقف على نص الكبري أو جنب البر وتقوم رمية الزبالة ليه الزبالة دي حضرتك أنت حاجة مقززة بالنسبالك بتنزل في المية بتتفاعل مع المية غيرك بشرب منها بعدنا وإحنا أصلا اللي قابلنا بيرموا برضو زيهم والناس مدخلين مجاري أيوة أيوة الله مدخلين مجاري ومجاري لهم استعمال الشخصي ومجاري للمواشي مخلفات المزارع والفراخ الميتة والحيوانات النفقة اللي هي ماتت والحاجات دي بترموها في المية ليه ولا كانت كرمنا بني آدم أنت بتكرمش نفسك ليه أنت بتعمل الغلط وترجع تاني تقول صحتنا تدمرت والسرطانات كترت والأمراض المزمنة وإلي 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 من إيه لما تكون أخوك الفلاحة أو أبوك أو أو إنت حتى لما تكونت رايح تسلك الطنبور أو الساية وتلاقي السرينجة أو سن السرينجة ده الإبرة بتاع السرينجة ده دخل في إيدك أو في رجلك أو حتة إزازم اللي أنت المطافة ترعى ده كله المصلحة مين يا جماعة ده المصلحة مين أنتوا بتحاربوا نفسك ولا بتحاربوا مين الحكومة مش هتعين عليك حارس أو على كل فرض في الدولة حارس أيوة إن ما كانش الوازع الديني والضمير هو اللي يقول لك أنت ما انتش عامل حاجة للأسف فخلينا في موضوعنا إحنا ما طلعناش بره بس برضو لازم نقول إن إحنا لازم نعتمد على ثقافتنا الصحية والعلمية والطبية والحاجات دي ليه تأذين غيرك وتأذين لازم لازم تتبع كل المعي تعال بقى بص على باب الأكورديون والمساحات الخضرة والحاجة الجميلة أنت ما تكون قدام ترعى وبيتك بيطل على ترعى افتح يا عم وشوف الجمال ما تفتحش وتشوف الزبالة سواء أنت اللي رميها أو غيرك اللي رميها ما تفتحش وتلاقي الهوى دخلك برقحة وحشة من الفراخ الميتة محطوطة في الشكاير أو حمر أو أي حيوان نافق ميت ومرملك في المية أنت بتشرب المية دي إزاي بعدها يجي لك نفس الأباب المنطبقة كانوا الأول بيعملوها بالدليل أو بالكويلة عاملوا قال لك إيه عشان تجري معنا بسرعة وتتحرك ويشيل وزن الباب الباب ده مصنع من أيمين وروسه أوائم وروسه وسؤساته عوارده حشواته أو أي أين كان فعشان كده بقاله تقل له وزن فعني لو عملته كويلة من فوق وكويلة من تحت يبقى هو راسع على الكويلة اللي تحت التقل كله على الكويلة اللي تحت بالتالي الكويلة اللي تحت ممكن تدقر أيوة احنا عندنا كل المسميات دي عشان ما حدش يقول إيه أنت بتقول ألفاظ لا ممكن تدقر بالباب فمن دقرتها للباب بعنفوان الشباب وتزقها تقوم كسرة تكسر معاه طلعت الباب بره المجرى بتاعه الدليل بتاعه من إيه؟ طب هتدقر من إيه؟ أنا من كتر مثلا التنظيف أختك أو أنت بتنظف أو أي حد بينظف بيقوم إيه؟ الأتربة والحاجة دي بتتكوم في المجرى اللي تحت مع البلاط اللي ماشي مع البلاط فما تتكوم في المجرى دي ما بينظفهاش بفرشة رفيعة بقى ولا الكلام ده كل لأ بيسيبوه على نقطتين مية على مش عارف إيه يقوم عاملين إيه؟ حاجة صلبة يجي زقتهم أفشل تقوم رضة وإحنا مش هنزيد زي زي الباب الصاج أو زي الحد دي أو هنحط شحم لأ إحنا بنقول حافظ على الحاج فقال لك إيه؟ طيب عشان نسيب الدليل حر الحركة حتى لو في أطربة ولا حاجة تتنفض أو بلور أو حاجة يشيلها مفيش مشكلة بس أنا عايز وزن الباب ده كل شوية وزن الباب بيتك على الكويلة اللي تحت اللي هي معمولة دليل فعشان أنا عايز أشيل الباب متعلق كده وحركه إحنا شفناها فين بقى؟ شفناها شفت انت بنشوفها في العلعاب اللي بتيجي في في الحاجات اللي هي بتيجي على اليوتيوب والفيديوهات اللي بتيجي العالمية دي بتلاقي واحد مربوط بحزام كده ومتعلق في واير طويل في الجبال خصلا في حتة الجبال والخضروات بطلعها على سنة الهرم أو على سفح الجبل يومه عاملين واير كده طويل جهامد طبعا ويموصلونه لنقطة النزول هناك على بعد مثلا كيلو يوم هو يستمتع وهو متعلق كده لكنه طاير في الهوى يستمتع بقى منظر الجبال من فوق والخضرة والحاجة انه هيك عن بقى الاحساس والشعور بالفرحة وهو في المكان ده طبعا ما امن نفسه وهي مربوط كويس او رابط الاحزمة بتاعته كويس عشان ما يقعش هي ايجت للفكرة دي هو في حاجة شايلة او دليل شايله لا الحلقة اللي هي شايلة وهتتحرك بيه ديت هتلف وتمشي بيه كده دي هي دي دي الدليل بتاعه دي كل حاجة بتاعته انها فيش دليل شايله انما احنا عندنا عشان الباب لازم يكون له دليل شايل ليه؟ ربما اجه زوء الباب يقوم طالع مني من مكانه من مجاله فيعمل ايه؟ فيبقى هو في دليل فوق اللي هو الجهاز الانزلاق هيبقى محكوم وهيبقى في دليل تحت عشان ما يطلعش برا المجرى ايه اقدر احرك ويمين او شمال يفتح ويقع طبعا احنا قلنا اللوحة هوريناها لكم الباب منطبق خمس دولف هوريناها لكم برضو مصنوع من خشب الكنتر ومركب في حقق سمك عشرين سنتي في فتحة مباني مقاس مية وتمانين في ميتين وعشر يبقى ارتفاع او الباب هيتعامل على عرض فتحة لفتحة المباني ده احنا قلنا كام دولفة خمسة الخمسة في خمسة خمسة وعشرين سنت من المية وتمانين يبقى وصلنا الكام خمسة وعشرين ودول يبقى مية خمسة وإيه؟ مية خمسة وخمسة مية خمسة وخمسين مية خمسة وخمسين من خمسة وعشرين هدى ستين مية وتمانين مزبط يبقى مية وخمسين مية خمسة وخمسين سنتي متسعين اقدر ابص منهم وقدر اتهوى منهم وقدر ادخل الناس وطلع الناس منهم كل الحاجات دي اقدر اتحكم فيه ده تنطبق دولف هذا الباب الى الجهتين بواسطة جهاز انزلاق خاص وتعلق بيه الدولف من الرؤوس عشان تشيل الوزنة هو ويركب دليل حر الحركة حول نفسه بيلف معاي في منتصف الرأس السفلة تحت الدليل اللي هو عشان يبقى المحور عشان ما يطلعش الدولف برا المحور السابت بتاعه لكل دولف يقابله مجرى من الحديد او النحاس يبقى المجرى اللي تعمل فيه البلاط او عندك تحت هنا يبقى مجرى من الحديد او النحاس بتكون غطسة بمستوى الارضي ومثبتة عند منتصف عرض تفريز الحال بالزبط منتصف عرض افريز الحال بالزبط عشان ايه عشان وفتجاه طول فتحة الباب اللي هي المية وتمانين ده ايه طول الفتح انما ده ارتفاع الباب ده طول الفتحة وده ارتفاع الباب وذلك لضبط حركة انطباق وانفراد الدولف الانطباق يعني تفتح وتقفل او الانطباق والانفراد الدولف عند الفتح عند الفتح والغلق ويبدأ ترتيب وضع الضلف بالفتحة المعدة لها بنصف ضلفة لازم تعمل نصف ضلفة لو عملت ضلفة لو عملت الضلفة قد بعضها ماهوش مقفول معاه ماهوش هيتطبق على بعضه انت كده ما عملتش حاجة بالآخر كلت نفس المساحة اللي انت كنت عايز توفرها هيقفل ويقفل ويعمل بس انت كلت نفس المساحة مش هيقفل اللي للضلفتين التانية الضلفة الاولية مش هتبقى لها اي لازم خلاص يبقى انت لازم تعاير لازم تعاير لو عملتش نصف ضلفة مش هيقفل معاك ولا هيفتح معاك يبقى انت رصتهم جنب الحطة وخلاص ومعملتش بهم اي اي حاجة تركب بعد ايه يشوف بقى يقولك ايه يبدأ ترتيب وضع الضلف بالفتحة المعدة لها بنصف ضلفة اه تركب مع الحلق بوسط المفصلات زي ما اتفقنا هو اتذكر في الافريز بتاع الحلق والنتاية في نتاية المفصلة هتبقى فين في الضلفة نفسها ثم تركب في النصطمى العدل هده اللي انت عملت افريز في الحال يبقى انها هركب في النصطمى العدل ثم تركب بعد ذلك باقي الدولف بالتساوي ضلفتين في كل جهة مع بعضها ومع نصف الضلفة بوسطة المفصلات وتعلق من رؤوسها العليا بجهاز انزلق ينفع اعمل ضلفة ونص بس في الباب انا حور بس لازم تعمل ضلفة ونص هي ضلف بس احنا نقول عليها نص نص العرض يعني يعني ضلفة ونص عرض ضلفة تاني ماشي؟ ويلاحظ تجليد الكليني في الحائط من خشب المسك يبقى احنا باضطر هنا في حتة الباب المنزلق الباب المنطبق بعمل تجليد للحيطة بعمل تجليد للحيط ما بعملش محارة بعمل تجليد للحيطة وبدهينه برضو شكل الباب بيدي رونك عالي قوي وجميل ويدي لك حاجة كده فخامة مع الباب كمان ويجرى تنفيذ هذا الباب باستخدام مكينات النجارة المختلفة على النحو التالي اول حاجة بنجهز الخشب تجهيز لما يجيلك بقى في التكنولوجيا يقول لك انت احنا بنعمل الباب ده ازاي؟ قول له اول حاجة بنجهز خشب الباب بالمقاسات المطلوبة والقطاعات المطلوبة طبقا ليه؟ الرسومات يبقى انا بعمل الرسم الاول حتى لو كروكي ماشي؟ وبعد كده بقول ايه؟ بجهز بقى الخشب بنائن على المؤيسة اللي انا عملتها على الرسم الكروك بعد كده باخد خلاص عملت المؤيسة ابدأ اشتري الخشب او اصرف الخشب واعمل كشف مغلق قبل مامسح وصف وفصل اعمل حاجة اسمها كشف مغلق اول القطاع ده هوت هفصل منه اوايب القطاع ده هوت هفصل منه روس الحتتين الفضلتين ده همت هعمل منهم سؤاسات او عوارض او 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 الحتت التانية العرضة ده هعمل منها الحال الكزا كزا هعمل منه كزا احيي واكتب على الاوايب او اكتب على الالواح اللي انا اشتريتها داية عشان قلت تاني وتالت وعاشر ومئة مرة الخشب تاخد منه ما تدلوش يعني اللي هتشؤه مش هترجع هتعوضه تاني طب اللي هتقطعه مش هتعوضه خالص يعني اللي اتشاء ممكن نعوضه نغريه ونعمله بالغراء واللي هي طرق اللي حاملواح الحشوات ماشي بس انا ايه لي خلينا الحملان شايته تاني ما بتاخد مني وقت وبتاخد مني سمتيات كمان يعني الشاء ده بياخد نشارة بطلع جي ايه لي في العرض كمان همسح وصف مني وامسح وصف مني قالت كمان في العرض اجا غريت والم بقى واعطل كمان يوم عم تنشف وارجع تاني الحاجة المتغرية مع بعضها مش في قوة وصلابة ومتانت الحاجة اللي انا شريفة فنلازم اخلي بالي من كل الاوضاع دي ما سيبش كل حاجة ماشية كده وخلاص لا يعني كان في السنة مثلا او في الاصر اعقلها وتوكل اعقلها وتوكل دي تقالت على ايه على الناقة او على الحصان او على الجمل اعقلها العقال اللي هو بتاع الجمل دي بس انت برضو خد في دماغك ان انت برضو خد بحاجة اسمها القياس درسناها في الحقوق ان انت اعقلها برضو خدها من العقل يعني احسب كل خطوة انت هتخطيها وبعد كده توكل على ربنا مش يا الله يا عام مش مشكلة هات يا عام خشب ديب 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 وتبص تلاقي عندكم خشب اه متهضر طب لو انت اللي شاريه انت شاريه لزبون وردت الزبون معاك ليه طب لو انت اللي شاريه من جيبك هتسمح والخشب زاد دلوقتي مش عارفين هيفضل يزيد لامتي عشان الناس اللي محتكرة العملة الصعبة ايوة بتكلم المصريين اللي محتكرة العملة الصعبة انت اللي وقفين حال البلد يبقى كل حاجة بتغلى بسببك الناس اللي بتحتكر السلع الناس اللي بتحتكر مؤن الناس سكر والزيت والسمنة ويه ويه والرز والبصل والخيار والطماطم ليه مش عايزين احتكار النابي على الصلاة والسلام وكل الرسل والانبياني هو عن الاحتكار والحاجة دي حرام شرعاً يا اخي تخيل كده ان ربنا مش هيباركلك ربنا مش هيباركلك في اي حاجة لف ملك اللي انت كسبته اضعاف اضعاف ولا في زريتك ولا في حالك ولا في صحتك وشوفنا عمثلة كتير منكم يا محتكرين موتوا بالسرطان وموتوا بالفعصة والحوادث والحاجات اللي ما والحرق والكل حاجة كل حاجة غضب من ربنا ارجعوا تاني وعيشوا ان مصرف سلام وامان يبقى النهاردة الحاجة اللي انت هتهدرها ليه تهدره هتهدرش في الخشف تخيل نفسك ان انت صاحب المكان انت صاحب الحاجة اللي هتتركب دي يبقى انا اللي انا حب الاخيت ما تحبه النفس اللي انت هتشتريه لنفسك اعماله اللي انت هتحب تصنعه لنفسك اعماله للزبون هو ده الضمير المهني اللي احنا بتكلم عليه بعد كده هنفصل ونبدأ عملية العلم والكتابة والشنكرة وبعد كده هنشؤ وننشر ونعمل ونلسن وننقر وكل العملات الصناعية اللي انت تعلمتها في عملات التشغيل الأساسية هنقدر نستخدم عملات النقر والشرح واللسان والتفريز والحلية وتجميع الحل بالتعشيق وكل الحاجات دي طب انا النهاردة في المدرسة بتعلم انت بتكلمني وانا في سنة اولى او في سنة تالتة ايوة انت في سنة تالتة افرض ان انت مش متاح لك ان انت تنفذ التمرين ده في المدرس اللسه سنة تالتة مفهاش جدرات ماشي اعملوا نموذي اعرف كل حاجة عنه عشان بتتعرض له في الامتحان او تتعرض له بعد كده في شغلك يبقى انت عارف انت بتتكلم في ايه وتعمل ايه وتصنع ايه بعد كده بنجمع الحل و بنعشق القيمين مع المعبرة بنقره اللسان طبعا اللي هو ايه ديه لليماما ديه لليماما ديه لليماما اوعا تنسي وبعد كده بتكون التعشيقة بلسان مزدوج اهو غنفاري اللي هو دي لليماما ويرạo ان يكون النقر في المعبرة واللسان يكون في القايم هنا بقى هنا بقولك ايه هنا اختلاف بسيط جدا بين الابواب التانية في الابواب العادية في باب الشقع أو في باب القوضة أو في باب الحمام النقر في قيم الحال هنا بقى في الباب المنطبق واللي ايه ان النقر يراعن يكون النقر في المعبرة في النايمة المعبرة اللي هي نايمة دي اللي فوق اللي تحت العتب الخرصان النقر هو اللي هيكون فيها واللسان هيكون فين هيكون في القوائل معكوسة هي عشان تبقى عار ان الباب المنطبق له اختلاف وله وضعية وله صفة غير ابواب الحجرات وابواب الشوق وابواب الحمامات يكون نعرف المعبرة واللسان اللي هو الغنفاري يكون فيه الآي ولازم تجي على المعبرة مرفرفة من الجهتين عن الآيمين يكونوا زايدين من هنا وزايدين من هنا رفرفة يعني زايد من هنا شوية وزايد من هنا شوية بالمقدار الصغير عشان يساعد زالك في حسن تثبيت الحل في الفتحة المعدة له خلاص وبعد كده بنزبط الضلف وبعد كده عمليات التشريب والتنعم ده شكل الجهازة هو اللي احنا ده جهاز الباب المنزلق جبناه عملناه للباب المنطبق ركبناه هنا هو بالمصمر اللي هو السن ده هو ونربطه ونأمنه تمامه عشان هو ليشيل وزن الضلفة ودي طريقة قفل وفتح الضلف بتاعت المنطبق وهي ده الضلفة الصغيرة اللي هي نص وده الضلفة الكبيرة وده الضلفة كبيرة وده الضلفة ان شاء الله تعمل 100 ضلفة المهم يكونوا متعلقين ومش تقلوه مش هيبقى على بعض لكن ان هم هيكونوا موزنين وتقلوه هيكون على الجهاز كل ضلفة بتعوز جهاز في محورها كل ضالفة بتعوز جهاز في المحور. هنا جهازة هو وهنا جهازة هو. يعني ايه دول تلات دولاف? عايزين تلات اجهزة. طب الضالفة الصغيرة? لا امراكبش الاجهزة. تمام? جاريت تكونوا اه وصلتكم المعلومات بالنسبة للابوية بالمنطبقة او اللي سمناها اوكرديون الموسيقى. وتكونوا فهمتوا واستوعبتوا الدرس. عشان حتى لو جالكم سؤال في اه المادة في من قبل الجدرات طبعا. الناس بتوعسانها تلتة من قبل الجدرات. احنا ان شاء الله هنحط الحاجات دي اه اتكلمنا فيها مع القطاع وان شاء الله هنحط الحاجات دي في المناهج تاني لانها مفيدة جدا في اعمال جارة العمارة. سعيد جدا بوجود معاكم. واتمنى تكونوا استفدتم. وبشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.